أما عربي بوست تقول أوكرانيا تغري المقاتلين الأجانب بالجنسية داخلية كييف تكشف تفاصيل تنظيم وجودهم بالبلاد كشف النائب الأول لوزير الداخلية الأوكراني أن بلاده ستتيح منح الجنسية للأجانب الذين سافروا إلى أوكرانيا بهدف المشاركة في الحرب ضد روسيا وذلك بعد أن أطلق الرئيس الأوكراني في وقت سابق دعوات للأجانب الراغبين في المشاركة في القتال ضد روسيا وسائل إعلام أوكرانية قالت نقلا عن تصريحات نائب وزير الداخلية إن الأجانب الذين دخلوا إلى أوكرانيا والمهتمين بالحصول على الجنسية الأوكرانية يمكنهم الحصول عليها وفقا للتشريعات الدستورية في البلاد وأضاف المسؤول الأوكراني أود أن أشير إلى أن عدد المتطوعين الأجانب للمشاركة في الحرب يرتفع بشكل كبير ولهذا الغرض حددنا خلية من خدمة حرس الحدود ومن دائرة الهجرة الحكومية ليتابعوا دخولهم إلى أوكرانيا إذ سيتم توقيع عقد مع وزارة الدفاع الأوكرانية ويحصلون على بطاقة عسكرية تحل محل تصريح إقامتهم وفي المستقبل إذا كان هؤلاء الأشخاص مهتمين بالحصول على الجنسية الأوكرانية فإن تشريعاتنا الدستورية تتيح لهم هذه الفرصة على حد تصريحاته